حمل رئيس الوزراء الدكتور عبداللنسور رسالة تهنئة ملكية لكل المسيحيين في الأردن بمناسبة عيد الفصح المجيد وذلك خلال لقائه رؤساء الكنائس المسيحية وأبناء العشائر المسيحية في الفحيس والسلط ومادبا والعاصمة عمان يرافقه نائب رئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم ووزراء المياه والري والتخطيط والتعاون الدولي والبلديات والأشغال العامة والإسكان والأوقاف وشؤون المقدسات الإسلامية ووزير الداخلية وحضر لقاء المحبة في مطرانية الروم الأرثودوكس في عمان سفير الكرسي الرسولي المونسينيور ألبيرتو أورتيغا مارتين وأمين عمان عقل بلتاجي ورؤساء الكنائسي وجمع من الكهنة وأكد رئيس الوزراء الدكتور عبداللنسور على رسالة المملكة الأردنية الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني والملتزمة عبر مر السنين بتحقيق العدل والمساواة والاحترام المتبادل بين جميع أبناء الشعب الأردني والالتزام بتوفير حرية العقيدة لجميع سكانه وأن مسيحي الأردن هم جزء أصيل من الوطن كما أكد رئيس الوزراء على المحبة والإجلال والإيمان الذي يحظى به السيد المسيح عليه السلام لدى المسلمين لافتا إلى أن الأخلاق التي نزلت بها الأديان السماوية هي واحدة لا تتجزأ وأكد لنسور بهذا الصدد على التبرع الرمزي الذي قدمه جلالة الملك للقبر المقدس في كنيسة القيامة صاحب الجلالة يسعد كل السعادة أن يأتي بعض وزراءه إلى هذا المكان المقدس لنقل تحياتهم ومحبتهم إلى الحاضرين من رموس الديانة المسيحية ومن الرعية التي هي من خلفهم نهنئهم وندعو لهم بالبرك والسيد المسيح له في نفوسنا ما تعلمون من محبة وجلال وإيمان إن شاء الله فهذا يوم بالنسبة لنا عظيم وقيامة المسيح هو شأن رمزية في هذا التبرع الرمزي الذي تبرع به صاحب الجلالة القبر المقدس دليل أن ملك المملكة الأردنية الهاشمية ينظر جلالة الملك وأسلافه ينظرون إلى وحدة الأديان وإحنا نأمل بمزيد من مناصرة الكنيسة بمختلف مذايفة وطائف لحق الشعب الفلسطيني الذي هو أكثر شعوب الدنيا مظلومية مظلوم هذا الشعب لدرجة كبيرة وبنأمل من السفراء هنا أن يكونوا حقا رسل سلام ليحكوا القصة كما هي دون وجل ودون حسابات وأكد المتروبوليت فينيديكتوس متروبوليت فلدلفيا على الجهود التي تبذلها الحكومة بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني للحفاظ على الأمن والاستقرار ودفع عجلة التقدم والنهوض دوما بالأردن وأن المسيحيين في المملكة مساهمون على الدوام في هذه المسيرة وثمنا أيضا مكرومة جلالة الملك عبد الله الثاني بترميم القبر المقدس إن صلاح يسيدي نور كيف بيتلا من كابر مسيح كوة ميسان بيستري ميسان كنيسة ميسان طايفة ميسان كله نحن شهود لقيامة المسيح وبالتالي نحن لسنا شهود زور بس شهود حق وإحنا اليوم منعيد اليوم خلاصنا وتجديدنا باتحادنا مجددا مع المسيح في هاي الصلوات وهاي المراسم وهاي الطقوس وإحنا المزبوط منقدم كل الشكر والاحترام لكل من شاركنا في هاي العياد وكل من ساعد وكل من ساهم نتمنى من الرب الإله ومن المسيح القائم من بين الأموات أن يعم السلام على منطقتنا اسمي واسم مجلس أمانة عمان ومدير المدينة نائب أمين عمان وأهالي عمان جميعا نتقدم بأسمى آيات التبريك للأهل والأحبة على كل الأصعدة وفي كل البلدان العربية وغير العربية وكل من يحتفل بعيد الفصح المجيد بالزمان كان دائما ومازال المسلمون يحتفلون بسبت النور وتلوين البيض وهو عيد الفصح وشم النسيم في مصر كل هذه الأعياد تعني أنه إحنا أخوة دائما وأبدا نسعى إلى التآلف ونسعى إلى المحبة ونسعى إلى السلام أسأل الله العين القدير أن يحفظ هذا البلد بقيادته الهاشمية الحكيمة وارثة الثورة العربية الكبرى التي قامت لتحرير العرب التي قامت لمحبتها للعرب مسلمين ومسيحيين في بدايات القرن الماضي وأن يديم علينا الأمن والاستقرار نبارك للجميع وكل عام والجميع بألف خير محطة نور التي تطل على العالم العربي الإسلامي والمسيحي برئيساتها السمحة ومحبتها للجميع أيضا نحييها لمشاركتها دائما وأبدا مثل هذه الفعاليات ترجمة نانسي قنقر